لو عندوكو صدور فراخ ومش عارفين تعملوا بها ايه تعالوا نعمل بقى فراخ تندوري خطيرة يا جماعة في البيت مع رز بسمتي زي بتاع المطاعم بالزبط وصفة سهلة ومكوناتها موجودة في البيت يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده ازاي اول حاجة انا عندي نص كباية من الزبادي يعني زي العلبة بتاعت الزبادي بتاعت السوبر ماركت دي لو مش موجودة يبقى لبن رايب هنضيف عليها معلقة كبيرة من الملح او الملح على حسب الكمية الفراخ اللي انتو هتعملوها وده نص معلقة من الفلفل الاسود وعندي معلقة من الكاري دي معلقة صغيرة مليانة من الكاري وزيها من الكزبرة النشفة معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة ونص معلقة شطة اختياري لو مش حبينا حار خلاص وعندي نص معلقة من التوم الباودر ومعلقة من عصير اللمون وعندي بقى ثلاث معالق من الخل انا بستخدم معالق معيارية كبيرة فدول 3 معلق كبار من الخل وعندي بقى كمان زيهم 3 معلق كبار من الزيت اي نوع زيت انتو بتفضلوا استخدموا انا استخدمت زيت درة عندي كمان نص معلقة من البابريكا وعندي حبهن يا اما مطحون يا اما صحيح كده زي ما هو احط منه كنفس وعندي بقى السر اللي بيستخدموا له نود في الفراخ التندوري وهو منقوع الزبيب اي زبيب فايد عندكم من رمضان عليه ربع كبات مية مغلية هننقعه لمدة نص ساعة وهنضيفه بالمية بتاعته وعندي لون طعام هحط منه نقطتين ده لون صحي احمر علشان اللون بتاع الفراخ التندوري بيبقى احمر وعندي بقى صدوري الفراخ انا مقطعها كده طويل بس مش رفيع يعني لو رفيعها هتتحرق وهتبقى نشفة جدا فحاولوا السدر تقسمه بالعرض مرة يعني السدر تقسمه على اتنين وبعدين كل نص تقسمه على اتنين برضو بالطول يبقى كده اربع هنزل بقى عليهم بالتدبيه لو هسيبها تتنقع بقى الوقت اللي انتو عايزينه يعني كل ما تتنقع اكتر كل ما طبعا هتبقى احلى وهتكون قطرة وهيكون التواب اللي دخلة فيها انا نقعتها تقريبا ساعتين ونص انتو بقى معايكو بقى لحد ليلة كاملة هجيب بقى عيدان الشيش والمفروض ان احنا ننقعها في مية سخنة علشان ما تتحرقش انا عارفها المعلومة دي بس ما بيبقاش عندي وقت مش عارفة ليه وهبدأ بقى احط السدور كده زي اكني بدككها في الشيش حطوا الكمية اللي انتو عايزينها يعني انا اكتفيت بكل واحدة حطيت فيها اتنين كده وبس بقى يعني خلص كل الكمية بس خلوا بقى لكل لو لو لقيتوا القطع عريضة ونزلة كده من عالجناب جامد فحاولوا تقسموا القطع دي بالنص بالطول علشان تبقى كلها متعرضة للحرارة في نفس الوقت تمام؟ هخلص بقى كل الكمية وهقولكو بقى هنعمل ايه بعد كده عندي بقى اي سنية هغلفها بفويل عشان ما تتبهدلش وهحط عليها شبكة وهحط بقى مية مغلية كده في القوع بتاعها عشان تطلع بخار وتخلي الفراغ بتاعتي مش نشفة واثناء التسوية الصدور طبعا بتنشف بسهولة فدي هتساعد ان هي تبقى طرية وكمان عايز اقول حاجة الصدور ما بتاخدش وقت خالص في التسوية يا جماعة يعني حاولوا على طول تشيكوا عليها كده وتشوفوها استويت ولا لأ لان هي لو قعدت وقت اطول هتبقى نشفة تمام هنرسها بقى كده بالعرض او بالطول او زي ما تحبوا والفرن في الوقت ده سخني جدا جدا بس انا مشغالة الشوية بس عالشوية فقط في الوقت ده انا هعمل الرز بتاع المطاعم عندي معلقتين كده من الزيت وعندي نص بصلايا كبيرة كده مفرومة ناعم ومعلقة كده من الكركم وسوري عود من القرفة هبدأ اقلب كده كويس احنا طبعا لو عايزين تعملوا بالزبيب هتضيفوا بقى الزبيب في المرحلة دي انا ما كنتش من عشاء الزبيب خالص ما كنتش بحبه بس سبحان الله حبيته هنا انا ما جيت كندا مش عارفة ليه فما حطيش كمية كبيرة عشان ولادي مش بيحبوه هنضيفه بقى ونقلب كده فيه شوية لحد ما يطره وبعد كده عندي اختياري يعني بس هي بتدي طعم حلو قوي مكعب من مكعب مرقة الدجاج وبقى حاول كده يعني اهرسه وقلبه كويس كده لما ريحته تطلع وبعد كده عندي الرز البسمتي مخصول ومتصفي مش منقوع بنزل بيه بقى على الخليط ده وبقلب بقى كويس جدا الرز لحد ما ينشف وياخد كده من اللون ومن الطعن وكل حاجة وبعد كده بقى بنزل بمية سخنة مية مغلية لحد ما تعلى فوق الرز بعقلة صباع وعايز اقول لكم احنا حطين مرقة دجاج فخلوا بالكم من النقطة دي وانتو بتحطوا الملح فهنحط ملح مش كتير علشان ملقة الدجاج طبعا بتحدى وبس اسيبوا على النارة عالية لحد ما يتشرب بعدين اوطي النار واسيبوا بقى يستوي هنا الفراغ بتاعتي كانت استويت بس انا عايزة ديها لون حالو فجبت معلقة كده من الكاتشاب ومعلقة من الزيت ودهنت كده الوش بتاعها مش لازم ندهنها من عالجنبين هو كفاية الجنب اللي فوق ده بس وهدخلها تاني تحت الشواية يعني دقيقة كده ولا دقيقتين لحد ما ايهنت الكاتشاب بقى خطير كده وقوي للفراخ والزيت طبعا بيدي لون خطير وزي لون المشاوي كده بصوا بقى بعد ما طلعت لونها عامل ازاي وطعمها كان خطير وما تتأكوش عليها في السوا يا جماعة انا بقول لكم عشان ما تنشافش منكم صدور الفراغ بتستوي على طول ما فيهاش دهون بصوا بقى الرز بصوا الرز مفلفل ازاي ومش معاجن وصراحة كان طعمه خطير خطير تعالوا بقى نعمل الصنية بقى زي ما بناكلها في المطاعم انا جبت صنية واسعة كبيرة حطيت عليها كده الرز وخلعت الفراغ من العيدين وبدأت رصها كده على الجنب وكنت محضرة بقى بصل شرايح وعليه الطعم عبق دونس وشوية ملح وشوية سماء وزيينت بيهم الطبق بقى كده كانت وجبة خطيرة كمان انا عملت معاها صلاة الدقوس بس مش عارفة انا ما صورتهاش كنت مستعجلة يعني بس كانت خطيرة كانت وجبة فضيعة يا جماعي تجربوها واهم رأيكم الفراغ تتنقع كويس تاخد وقتها في النقع وكمان ما تستويش جامد ما تسيبوهاش ده اهم نصحتين في الفراغ التندوري دي تعالوا بقى نفتحها من جوة ونشوفها عاملة ازاي خطيرة خطيرة يا جماعة بصوا بصوا شفتوا الجمال مش نشفة وجميل وما تنسوش ان هي صدور مش فراغ مش وراك سوري فانا استمتعت جدا بالوجبة دي يارب انتو كمان تستمتعوا بيها لو جربتوها ياريد تبعتولي وتعملولي لايك بقى وكومنت وشير واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة